بسم الله الرحمن الرحيم عزائي ومشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس مبارح ما كناش مع حضراتكم على الهوى ولكن كان هناك حدث تاريخي زي ما حتكون حلقة النهاردة هي حلقة للتاريخ هقول لحضراتكم ليه؟ لأنه النهاردة الحقيقة عندي اتنين من عظماء النادي الاهلي اتنين في الفقرة الثانية من عظماء النادي الاهلي هما مش ضيوف فمش هقدر أقدمهم كضيوف ولكن أنا هقدمهم كعظماء وكأساطير تم تكريمهم مبارح الحقيقة في هذه الليلة التاريخية ليلة تاريخية بمعنى الكلمة من أول دقيقة أنا كنت موجود الحقيقة لغاية آخر دقيقة في هذا الحفل التاريخي اللي بيحسب للنادي الاهلي وبيحسب لكل العاملين في النادي الاهلي الحقيقة تنظيم رائع وشكل وأداء رائع وحاجة جميلة جداً 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 الكل بيفتخر أن هو بينتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق شكراً كابتن محمود الخطيب شكراً لمجلس إدارة النادي الاهلي وشكراً لكل الإدارة التنفيذية في النادي الاهلي وشكراً لكل العاملين الحقيقة على هذا الحفل وشكراً لأستاذ هشام جمال كلام كتير جداً جداً وحاجات كتيرة جداً جداً وكواليس داخل الحفل إمبارح تم نقلها على شاشة قناة النادي الاهلي حصرياً الحقيقة وإذا كان هناك من يستحق الشكر فأنا بشكر الحقيقة بإسم إدارة النادي الاهلي وبإسم إدارة شركة استاذات الحقيقة وشركة بريزنتيشن لايف كل العاملين في قناة النادي الاهلي على المجهود الكبير والجبار اللي اتعمل إمبارح مش إمبارح بس الحقيقة طوال هذا الأسبوع ده دورنا الحقيقة ولكن نحن نعمل هذا الأمر ولكن الحقيقة يجب أن يتم تهنئة كل العاملين على شاشة قناة النادي الاهلي من يوم الجمعة اللي فات لغاية النهاردة مجهودات جبارة بتبذل شمعنا الجمعة اللي فات مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الإفريقي اللي تم نقلها من خلال قناة النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي كانت هي الملتزمة بكل ما يخص بهذا النقل الرائع اللي كان واضح جداً لحضراتكم وقبلها امبارح أو أول امبارح الحقيقة مباراة النادي الاهلي ومباراة بتروجيت اللي كانت على الهواء مباشرة